يتطلع أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى قمة جدة التي تعقد باسم الأمن والتنمية لتكون خطوة جديدة للوحدة الاقتصادية الخليجية تحلق قمة جدة بجنحيها الأمن والتنمية تحت أنطار أبناء المنطقة بأمل إرساء دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولهم دون الإخلال بمرتكزات الأمن الضرورية الأمن الغدائي والصحي برز على الساحة الدولية خلال العامين الماضيين وأوضحت أهمية هذه الجوانب في تعزيز الأمن بكل أشكاله ومن خلال الإسراع بالاهتمام بالزراعة والتصنيع والغذاء والدواء في المرحلة القادمة تستطيع دولنا أن يكون لها أثر بارز وهام في مشاريع مشتركة تعد أساسية لحياة المواطن والمقيم على أراضي دول المجلس خاصة وأن مشاريع التنمية تفتح بابا أو سعر التوظيف ومواكبة التقدم العالمي السريع بين ليلة وضحاها تغير تسعر الطاقاب بشكل برهن على أمكانية استمرار تغيره وارتبط معه تغير في أسعار الغذاء والنقل إضافة إلى الدواء